هذه أبرز العناوين على غير لأشرف حكيمي لاعب مغربي يتير مخاوف ريال مدريد غير متوقع حكيم زياش يتلقى ضربة مجهة بعد عودته للميادين اللاعب اختار القرار النهائي تطورات مفاجئة في ملف أزمة الدولي المغربي حكيم زياش والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك والتفعيل الجرس على غير لحكيمي لاعب مغربي يتير مخاوف ريال مدريد يرغب النجم المغربي يوسف الخديم اتبات وجوده مع الفريق الأول لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خلال مباريات الموسم الحالية وكشف التقارر صعفيا إسبانيا حسب ما نقله موقع لطخوة سونس وسونس بورا عن السبب الكام وراء تأخير ظهور يوسف الخديم مع النادي الملكي هذا الموسم ووضحت المصادر نفسها أن الخديم ما زال يعاني من مشاكل في التغطية الدفاعية تمنعه من الظهور مع الفريق الأول في المباريات أو على الأقل خلال الموسم الحالي وأشارت التقارر ذاتها أن النادي الملكي كان قد تردد في وقت سابق في منح فرصة كاملة للنجم المغربي أشرف حكيم باستباب الحديث المتكرر عن عيوبه الكبيرة في الجانب الدفاعي أيضا حيث قام بإعارته وقتها إلى بروسيا دورتموند الألمانية قبل بيعه في عام 2022 بشكل نهائي إلى أنتر ميلانا الإيطالية ويتدرب النجم المغربي يوسف الخديم بشكل منتضم مع الفريق الأول ريال مدريد غير أنه لم يشارك معه لحدود الساعة بعد في أي مباراة رسمية هذا الموسم غير متوقع حكيم زياش يتلقى ضربة موجعة سجلت القيمة التسويق لللاعب الدولي المغربي حكيم زياش لاعب فريق قلطة سرية تركية سجلت انخفاضا ملحوظا حيث تراجعت إلى 7 ملايين يورو فقط حسب أخير تحديث لموقع ترونسفير ماركت العالمية وذلك بعدما كانت في حدود 50 مليون يورو سنة 2019 عندما كان برفقة آيكس مستردام وتصمر القيمة التسويقية للنجم المغربي في التراجع بسبب غياباته المتكررة عن الملاعب سواء بسبب الإصابات أو نتيجة قرارات المدربين سواء في مشواره مع تشيلس الإنجليزي أو مع غلطة سرية ولعب حكيم لفريق آيكس مستردام في الفترة ما بين السنة 2016 و2020 حيث سجل آندك 49 هدفا وقدم العديد من التمرارات الحسيمة لزملائها وحقق لقب الدور الهولندي مرتين إضافة إلى كأس هولندا وقض فريقه لنصف نهائي دور أبطال أوروبا وكان نجم الفريق بدون منازع وغاب الماستر حكيم زياش كما يتم تلقبه عن المشاركة في المباراتين الأخيرتين للمنتخب الوطني في تصفية كأس أمام الفريق 2025 بسبب الإصابة وأيضا جراء عودته المتأخرة للتدريبات اللاعب اختار القرار النهائي تطورات مفاجئة في ملف أزمة الدولية المغربي حكيم زياش بات اللاعب الدولية المغربي حكيم زياش لعب غلطة سرية تركي مرشحة للانتقال إلى الدور الأمريكي للمحترفين خلال الفترة القادمة ومن جهة أخرى فقد أوردت صحيفة ميات التركية الجديدة في مسلسل الدولية المغربي حكيم زياش مع ناديه غلطة سرية وقد اعتبرته بمثبت مفاجئة للكل وبحسب ذات الصحيفة فإن حكيم لم يتمكن من بدء الموسم الحالي بشكل جيد في فريقه التركية وهو الذي يهدف إلى تحقيق النجاح في المستبقة الأوروبية كما في الدورة التركية الممتزة وهو ما جعل الأخبار تتحدث عن قرب انفصال بين غلطة سرية واللاعب ووصلت الصحيفة علم أن حكيم زياش الذي لم يتمكن من تقدم الأداء المطلوب في غلطة سرية سيغادر في يناير المقبل وحول النجم المغربي الذي لم يتفاعل مع عروض الأندية القطرية حول وجهته صوب أمريكا ليكمل بها المشوار الكروي وفي هذا الصياق كشفت تقارير إعلامية تركيا أن النجم المغربي حكيم زياش يرغب في مغادرة غلطة سرية لخوض تجربة احترافية جديدة في مشواره الكروي وحسب نفس المصدر فإن وكيل أعمال اللاعب دخل في مفاوضات مع بعض فرق الدورة التركية التي ترغب في ضم اللاعب وتضيف نفس المصادر أن هناك احتمال كبير أن يغادر الزياش غلطة سرية في المركات الشتوى القادمة على أن يكون الدور الأمريكي الوجهة الأقرب الكشف عن موقف رحيمين من معسكر المغرب المقبل نفى مصدر مقرب من شؤون المنتخب المغربي حسب ما نقله موقع كورا الأخبار التي راجت بشأن استبعاد سوفيان رحيم لاعب العين الإماراتية عن معسكر أسود الأطلس في شهر نومبر القادم إن شاء الله لخوض مباراة الجامون ولزوتو بتصفية الكن بسبب غيابها عن المباراة الأولى لتراكم الإنظارات وضف دات المصدر أن وليد رجراغي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد وجمع رحيم إنظارين لا يعني غيابه أو استبعاده من المعسكر لأنه مؤهل للعب مباراة للزوت بعدها ومن سيحضرون معسكرا ونبر لم يتم تحديد من يكونون بعد لذلك من السابق لأوانه الفصل في هذا الموضوع وختم كانت هناك واقعة ممثلة بعد الكان تمثلت في طرد أمر رابط أمام جنوب إفريقيا ومع ذلك أسر رجراغي على تواجده في المعسكر التالي التغيب عن مباراة وحضرة في التي أعقبتها وقد يكرر ذلك مع رحيم لأن مدارب الأصود يهمها الحفاظ على التوازن المجموعة في غياب بونو وحضور رحمي قمة سعودية إماراتية في أبطال أسيا يسعى الهلال السعودي المتصدر الذي أدرج على قائمته نجمه البرازيلي نايمار الغائب عن الملاعب منذ عام بسبب الإصابة للتأريم المضيفه العين الإماراتي حاملوا لقب عندما يتوجهان اليوم الاثنين في قيمة خليجية ضمن الجولة الثالثة من منافسة دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم وكان العين أقصى الهلال في نصف نيهاء النسخة الماضية بعد الفوز عليه ذهابا بأربع لإثنين وهزيمته إيابا بهدفين لوحد في طريقه للفوز باللقب الثاني في تاريخه على حساب يوكوهاما مارينوس اليابانية ولم تكن بداية الفريق الإماراتي في النسخة الجديدة من المصبقة القارية ناجحة حيث استهل حملة الدفاع للقب بتعادله مع ضيفه السد القطري بهدف لمثلها ثم خسرته أمام مواطن الأخير الغرف بأربع لإثنين بالدوحة ليحتل المركز العاشر برسد نقطة في مجموعة الغرب الموحدة بحسب النظام الجديد ويأمل العين في إلحق الهزيمة بالهلال بملعبها الزعبا زيدا على غير النسخة الماضية والتي أوقف خلالها سلسلة انتصارات بطل الدور السعودي في كافة المسابقة والتي كانت الأطول في تاريخ كرة القدم حيث حقق الزعيم أربعا وثلاثين فوزا تواليا ومنذ سقوطه أمام العين في السابع عشر من أبريل لم يخسر الهلال في إثنين وعشرين مباراة على التوالي في كافة المسابقة وقد انتعاشت أمال العين مع عودة هدفه توغولي لباكوجه للمشاركة من جديد بعدما هاب أمام الغرفة بالسبب الإصابة وتصدر لهلال ترت الترتيب بالست نقاط من مباراة بعدما فز على الريان القطري بثلاثة لواحد خارج الديار وعلى الشرط العراقي بخمسية نظيفة ويفتقد هلال حرسه المغرب ياسين بونو بالسبب الإصابة وتشهد المواجهة الخليجي عودة نايمار للعب من جديد بعد غيابه لمدة عام لإصابته بقطع فرباط الصليبية وفي المقابلة كدى البرتغالي جورجي خصص أن النجمة البرازيلي سيكون ضمن قائمة الفريق بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي